الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يدخل الجنة احدا بعمله يعني ايه مهما عملتها قال فقال له حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان يتغمدنا الله برحمته هنخش الجنة برحمة ربنا طب ده ايه امل ده الامل فالامل في حياتنا ده هنتطرق لا اخوانا في فلسطين فقدوا الامل اطلقوا اطلقوا الى هذه اللحظة فات تسعين يوم وزيادة فات اكتر من تسعين يوم على ضرب غزة ما فقدوش الامل وفي ناس فيهم قاعدين فخيم ما جراش حيكة بيوتهم اتكسرت ما جراش حيكة بس عندهم الامل الامل في ايه في ان تكون هذه نهاية اسرائيل باذن الله تعالى الامل في ان تكون الدوشة دي واللي بيحصل ده نهاية اسرائيل وهي بدأت فعل اسرائيل اعلاميا فقدت مكانتها في العالم كله في العالم كله اسأل اي واحد في السرائلية دلوقتي في فرنسا بس يكون معتدل يكون من معتدلين في انجلترا في امريكا اللي هي اكتر حاجة سنده اسرائيل اسأل في الشعب مش الحكومة حتلاقي اسرائيل فقدت رونقها وشكلها اعلاميا ودي البداية وهي دي البداية ان شاء الله تكون هذه الايام هي نهاية اسرائيل وربنا عمره ما يقبل الظلم ولا تنسوا يا اخواني يا اهل فلسطين لا تنسوا غزو البدر اللي كان المسلمين قلة والكفرة كثرة والمسلمين هم اللي ربنا كتب لهم المصر عايزين تعرفوا اخلاق اليهود ايه رسورة البقرة انا اكتشفت اخلاق اليهود من كلمتين عالم من علماء الدين قلت له الكلمتين دول قال لي الله يفتع عليك والله العظيم قال لي الله يفتع عليك سيدنا موسى بيقول اليهود اليهود يقول لهم ربنا يأمركم ان تذبحوا بقرة اربع مرات يا اوحو اربع مرات مرة اتتخذونا هزوا بتستهزئ بنا ان ربنا يقول لك خلي اليهود يذبحوا بقرة اشتركوا في القناة